اشتركوا في القناة وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أسعد الله ووقاتكم بكل الخير لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم اليوم سنبدأ هذه النشرة بآخر خرائط توقعات درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض وتحركاتها بحسب النمذجة الحاسوبية والتي تشير إلى وجود اندفاع لهواء بارد قادم من مناطق الشمالية أو تحرك بهواء بارد باللون الأخضر في المناطق الشمالية من بلاد الشام هذا الهواء بارد توقع أن ينسح تدريجيا باتجاه الشمال الأشرقي كما نراحظ في حين يبدأ أن يحل محله اندفاع لهواء ساخن قادم من الجنوب هذا الهواء الساخن المندفع تقريبا من منطق البحر الأحمر باتجاه المملكة هو مرافق لامتداد ما يسمى تحديدا بمنخفض البحر الأحمر هذا المنخفض الجوي أو منخفض البحر الأحمر هو من المنخفضات الموسمية التي تنشط أحيانا وترتفع باتجاه المملكة تجلب معها الرياح الجنوبية الشرقية ارتفاع درجات حرارة والأجواء المستقرة ولكن عندما يتصادف ذلك كما سيحدث يوم الخميس تحديدا مع هواء بارد في طبقات الجو العليا ينشأ ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي وسنتحدث عنها بعد قليل ولكن بالعودة مرة أخرى يوم ثلاثة هناك ارتفاع على درجات حرارة متوقع مع انسحاب هذا الهواء البارد نحو الشمال الشرقي حتى نراحظ يوم الأربعاء المزيد من تضفق الهواء الساخن باتجاه الشمال باتجاه وبالتالي المزيد من الارتفاع على درجات حرارة يوم الأربعاء وتصبح أعلى بشكل كبير عن معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام هناك على الجانب الآخر تقدم لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو المختلفة قادمة من الأراضي المصرية باتجاه المملكة تصل إلى المملكة ومعموم مناطق بلاد الشام يوم الخميس تلاقي هذا الهواء البارد مع ذلك الهواء الساخن في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض مع منخفض على البحر الأحمر يعمل على نشوء ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي هذا الرسم يوضح تقريبا هذه الأحوال الجوية وتصدفها مع بعضها البعض إذن هذه تقريبا الكتلة الهوائية الباردة الموجودة فوق الأراضي المصرية يوم الأربعاء تتحرك باتجاه المملكة اعتبارا من يوم الخميس يتصدف ذلك مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر القادم من الجنوب كما نراحب الأمر الذي يعمل على نشوء سخب ركامية رعدية ممطرة طبيعة هذه الحالات الجوية في العادة تكون عشوائية تتطابع من حيث التوزيعات قد تكون غزيرة هذه الأمطار كفيلة غزرتها أن تتسبب بتشكل السيول وجريان الأودية وهي من الحالات الجوية تتشابه مع حالات عدم الاستقرار في فصوب الربيع والخريف أكثر من كونها فصل الشتاء أيضا تنشط الرياح الشرقي التي قد تكون مثيرا الغبار وتستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة يومي الخميس والجمعة وهناك المزيد من التفاصيل حول هذه الحالة خلال الأيام القادمة لكن نعود الآن إلى الأحوال الجوية في المملكة الليلة هذه الليلة التقس مستقرة الأجواء غالبة صافية درجة حر 9 درجات مئوية كما تراحظون والأجواء أتفأ قليلا مما كانت عليه في الليالي الماضية عندما نصطر التوقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة نجد أن يوم الثلاثة العظمى 17 صغرى 9 درجات وبالمناسبة 17 هي أعلى بشكل كبير عن معدلاتها المعتادة ارتفاع آخر عدرجات حرارة يوم الأربعة 18 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 9 درجات مئوية ولكن أحوال جوية غير مستقرة تبدأ يوم الخميس كما نلاحظ أن الانخفاض ليس كبيرا عدرجات حرارة 16 درجة مئوية العظمى يوم الخميس وهي أعلى من المعدلات بالرغم من وجود فرص الأمطار الرعدية سواء في ساعات النهار أو في ساعات الليل وبالمناسبة تبدأ فرص الأمطار اعتبارا من ليلة الأربعة على الخميس وفرص الأمطار الرعدية تشمل مناطق عديدة من المملكة بينها خليج ومدينة الأقبة والمزيد من هذه التفاصيل عندما تقترب المدة الزمنية كونه هناك مازال في اختلافات في التوقعات الجوية نعود مرة أخرى معكم لتعرف أدرجات حرارة متوقعة العظمى يوم الثلاثة والصغرة ليت ثلاثة على الأربعة والتي سنبدأها من المناطق الشمالية في إربد نبدأ 18-12 عجلون 17-11 وفي جرش 19-13 والمفرق 19-12 درجة مائوية جنوبا أو في الوسط عفوا في العاصمة عمان 17-9 البلقاء 18-12 مأدبة 19-9 البحر الميت 28-17 وفي الزرقاء من 20 إلى 12 درجة مائوية غدا في ساعتنا تظهر كميات من السحب المتوسطة والعانية غير الممطرة هناك فرصة ضعيفة غدا ينططل بعض الزخات المحلية من الأمطار في ساعات المساء والليل في المنطقة الجنوبية مما فيها العقبة في الكركة غدا 19-12 صغرة 12 درجة مائوية الطفيلة 17-11 عشراء 16-8 إمعان 21-9 في خليج العقبة للمرة ثانية ترتفع درجات حر إلى ما يناهز 30 درجة مائوية في ساعات النهار وصغرة 16 درجة مائوية شرقا في المناطق الشرقية في رويشد 21-12 21-8 في الصفاوي 22-10 في الأزرق هذا كان يكون مدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة للمزيد من كلكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا عبر الموقع الإلكتروني arabia.com أو حتى متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة دمتم دائما بخير ومحبة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر